بسم الله طريق التسمية layer structure طبعا كل كود او كل standard بيبقى له اسلوب معين هنا بيستخدموا bentley و بيحاولوا ان ملفات الكاد تكون ماشية على US national cad standard NCS وتستريد التسمية و بعد كال major group و بعد كال minor group 2 و بعد كال status حرف واحد هنا اربع حروف و هكذا فنبدأ نرى طريق التسمية مثلا معماري يبقى تاخد اول واحد حرف A و اكتب C و بعد كال شرطة و بعد كال major group اللي هو هتلاقي major group ذات TOL مثلا لو هي WOL هتكتب WA و كله يجب يكون اربع حروف فهو كله يجب يكون اربع حروف فهو كله يجب يكون C L N G حرف المتحرك فلورد 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 فرنتشار فلورد 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 فمثلا تقريبه فلورد فلورد فحرف S ثم نرى فلورد ثم حرف A F M Temporary X ثم 1-9 يبدأ مثال حرف A WALL يبدأ Full Option ممكن تكتبوه وتكتبوه ثم يبدأ New Work وهي حاجة جديدة من الجدول الدواء